طب تعالى أنا وإنت نفكر لا قبل ما نفكر تعالى نشوف باراك أوباما الذي يدينه استمرار الحرب هو كوندوليزا رايز دي كان بنت أختي هي مش دي الإدارة بتاعت البيت الأبيض بتاعته مش هما دعاة الفوضى الخلاقة والتعهد بقى أمن إسرائيل بس باراك أوباما خرج برك بيطل البيت خلاص ودلوقتي لازم يبقى داعي للسلام بما لا شك فيه بس السلام برضو على الطريقة خد بالك أن التصريحات بتاعت باراك أوباما تصريحات مسمومة عشان بس نبقى متفقين تعالى نشوف باراك أوباما قال إيه باراك أوباما قال عن ما يحدث أنه هو بيدين الحرب بشكل عام وأنه لا أحد يده نظيفتان لا أحد يده نظيفتان هنا ده بقى زي ما بقولك التصريح المسموم يعني بلك الحرب لا تطاق حران من الحرب لا يا جماعة لا يا جماعة دي تصريحات أنا أراها تصريحات مسمومة الحقيقة لما يجي يقولك أنه لا أحد يده نظيفتان لا هناك أيضا نظيفة طبعا الفلسطينيين إيدهم نظيفة المفاوض النزيه والطرف الوحيد النزيه بالكامل هو اليد المصري ومحدش أنا هنا مش بتكلم على مزايدات أنا هنا بتكلم على واقع أنا بتحمل نتائج أي شيء أنا كدولة اسمها جمهورية مصر العربية أنا بتحمل كل النتائج اللي بتحصل جيدة كانت أو غير جيدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالرغم من ذلك أنا طول الوقت واقف جنبا إلى جنب كتفا بكتف يد في يد مع الفلسطينيين أنا لا عايز أسيطر عليهم ولا عايز أستغلهم ولا عايز أخذ منهم حاجة ولا أي حاجة أنا عايز بلد هادئ مستقر مصلحتي الوحيدة إنك أنت تبقى شعب على أرضه ودولة هادئة ومستقرة ومستقلة وحرة وأنا أمني القوم في أمان تام وبس على كده أنا مش عايز تاني بس غير يبقى ممكن يبقى له هنا مصلحة وهناك مصلحة وده شغال بالوكالة وده عايز يعين وكيل وده أصلا وكيل عن حد أكبر منه إلى آخره ترجمة نانسي قنقر